على دوي الانفجارات وسقوط القاذفات أضحت أوكرانيا تصبح وتمسي في ظل القصف الساروخي المكثف لروسيا على مدن عديدة بينها العاصمة الأوكرانية هيئة الطوارئ الأوكرانية أطلقت مجددا هذا الصباح سفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا إذانا باحتمال تعرض البلاد لوابل جديد من السواريخ الروسية مدينة زاباروجيا الواقعة في الجنوب الشرقية اهتزت مرة أخرى على وقع قصف روسي جديد خلف بنايات مدمرة وشظايا منتشرة في الشوارع وفي غرب البلاد أعلن حاكم مقاطعة الفيف توجيه روسيا لضربات صاروخية استهدفت على الخصوص منشآت حساسة للطاقة مما أدى إلى قطع الكهرباء عن ثلاثين بالمئة من المدينة فيما دعي السكان إلى توفير احتياطي الماء تحسبا لأي القطاعات المحتملة في هذه المادة الحيوية يأتي هذا غدا تقصف القوات الروسية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى بما يزيد عن ثمانين صاروخان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها جاءت ردا على ما وصفها بالهجمات الإرهابية ومن بينها الانفجار الذي هز جسر القرم السبت الماضي وأكد بوتين أنه أمر بشن ضربات واسعة النطاق وبعيدة المدى بسواريخ يتم إطلاقها من الجو والبحر والبر متوعدا برد شديد على أي استهدافات أخرى وتعد الهجمات الروسية الأخيرة الأوسع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتأتي في أعقاب مكاسب ميدانية مهمة حققها الجيش الأوكراني في ظل تحذيرات متواصلة من موسكو للغرب من التدخل المتزايد في الحرب وعلى المستوى الإنساني أثارت هجمات الساعات الأخيرة مخاوف متنامية من موجة نزوح جديدة للأوكرانيين مع عودة الصواريخ للسقوط على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا